السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردنا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي لمنقشة الحلقة السبعة من مسلسل هاوس اوف دا دراجون واللي اتعرضت تحت عنوان دريفت مارك قبل ما نخش في الموضوع في حاجتين الحاجة الاولانية حابب اعرفكم على الهدية الوراية دي ما عرفش اسمها ايه 3D معرفش حاجة كده وعليها الشعار بتاع هاوس اوف دا دراجون بس الشعار ده بيتغير زي ما انتوا عاوزين دي هدية من The Palace of Gifts هحط لكم لينك للانستاجرام بتاعكم بتاعهم في الديسكريبشن لو حبيتوا تطلبوا منهم اي حاجة ودي حنسبها مع جروت دلوقتي وهو بيتأمل فيها انا همش عارف اسمها ايه انا هسميها ملطفي لانها عمليا بتيد وبتطفي من الحلقة اللي فاتت متبقي عندنا موضوعين كنت سايبهم لاني ما كنتش فاهمهم او ما كنتش متأكد منهم اوي وطلبت منكم شوية توضيحات في التعليقات وده تقليد هنحفظ عليه على فكرة ان لو في حاجة معينة انا مش عايز رهق نفسي فيها اكتر من اللازم هدور شوية احتست ومش متأكد حسبها لكم تقولولي في التعليقات وفي الحلقة اللي بعدها نلملم المتبقي من الحلقة دي ونخش في الحلقة الجديدة من الحلقة اللي فاتت كان معنا حاجتين الخاتم اللي الملك كان بيبوسه حضراتكم اكدتولي في الكومنس ان ده تابع لمراته المتوفية اما اللي هي ام رينيرة وده كلام منطقي وواقعي بنسبة 100% وبالاخص مع الوضع في الاعتبار اللي حصل في الحلقة دي واللي هنجيله كمان شوية الحاجة التانية هي الشعار او البروش اللي كان مع كتيبة الاعدام اللي لارس كلفها بقتل ابوه اخوه انا كنت متخيلة ان دي طوريت لبيت تاني في الموضوع وانتو قلتولي لأ او اوضحتولي وكان عندكم حق انها نفس الشعار اللي كان موجودة على العصايا بتاعة لارس نفسه انه احتمال يكون البيت الجديد او العنوان الجديد اللي هو عاوز يضعه لنفسه والشعار الجديد اللي هو بينصبه لنفسه ليه? ده موضوع لسه هنشوفه في المستقبل بس الف شكر لكم كالعادة والف شكر لكم على الدعم والف شكر لكم على المشاهدة والف شكر لكم على الاطراءات الجميلة اللي حضراتكم بتبعتها لي الف الف شكر نخش في الموضوع حلقتنا عنوانها دريفت مارك ليه? لان احداثها كلها يمكن باستثناءات بسيطة وضع موضوع ما اترك لكم برضو في النهاية حصلت في دريفت مارك انطلاقا من الجنازة بتاعة لينا اللي شفنا ازاي ماتت في الحلقة اللي فاتت الحلقة من اجمل حلقات الموسم حتى الان بتتنافس عندي مع الحلقات الافضل اللي هي لو انا فكر صح انا اتصور ان انطلاقا من الحلقة التالتة ربعة خمسة ستة سبعة احنا في حالة تصعب مستمر والاحداث من اجمل ما يمكن والنطاق الزمني بتاع الحلقة دي قوي ما عدا الاحداث الاخيرة اللي احنا مش عارفين هي امتى بالضبط وانا اقصد بالتحديد احنا هنحرق وبنحرق وحنفضل نحرق والكلام بتاعنا كلام صيح على بعض وكده اللي هو النمط العادي بتاع التغطية بتاعتنا انا بان سقول التحذير ده في بعض الاحيان بس اتمنى انه هو يكون واضح للجميع على اي حال من الاحوال فالحلقة دي حلقة متفجرة جدا فيها احداث بارزة قوي فيها تفضية لنفسيات كنا سيبين او مديين لنفسنا حقوق التعبير عنها لغاية دلوقتي لغاية لما هي اخيرا نطقت وعبرت عن نفسها في احداث محورية حصلت في احداث احنا كنا منتظرينها من ساعة لما شفنا الصور والتريلرز حصلت في الحلقة دي ومن اهم مميزات الحلقة دي حاجتين الحاجة الاولانية هي انها قلبة العيوب بتاعتها المميزات يعني لو انت بتتفرج بعين واحد عاوز يحدد هو ايه اللي عجبه و ايه اللي ما عجبوش في الحلقة في حاجات هيشوفها على انها عيوب مع نهاية الحلقة هيكتشف انها مميزات والنقطة التانية الاسلوب العظيم في السرد لان زي ما بقولكم الاحداث بتاعتنا جرت في نافذة زمنية ديقة جدا اتصور انها اقل من يوم وده شيء هايل قوي مع الوضع في الاعتبار ان احنا نطاق احداثنا زمنيا واسعة جدا جدا احنا نطينا تلت سنين في عشر سنين في كم شهر في كم يوم في كم معرفش مين فان احنا نشوف هذا الكم من الاحداث المهمة جدا في نطاق يوم واحد وحقولكم ليه اسلوب السرد في النقطة دي كان جامد جدا يعني ده شيء رائع جدا ليه بقى اسلوب السرد هايل لان احنا ابتدينا مع مرسم الجنازة نفسها اللي كان بيتكلم فيها عم لينا لغاية لما هي اتدفنت في البحر حسب تقليد هاوس فيلارين اللي هي تابعة ليه وبعد كده دخلنا في العزاء اللي هي الريسبشن اللي كانوا عاملينه اللي كان فيه شرب وفيه اكل وفيه كلام وفيه تبادل نظرات وفيه تبادل تصرحات وفيه حاجات كتيرة جدا مهمة حصلت وده نفسه منقسم لجزئين جزء كان منور قوي وجزء كان مضلم شوية دي انا لاحظتها في المشاهدة التانية لان في البداية احنا كنا بالنهار كان فيه شمس وكانت دنيا منورة قوي والمخرج اللي اتصورنا هو من جلسة بوتشنك انا اخشى ان الرجل ده يوحشنا في مستقبل لنواسم بتاع المسلسل ده في النص التاني من الاحداث الدنيا ظلمت شوية وفيه لقطة معينة جاد فيها السماء عشان يوضح ان احنا كنا بدأنا الصبح وبعدين دخلنا على الظهر العصر بعد كده الشمس قربت تغرب وبعد ما الشمس غابت ودخلنا في الجنب المضلم اللي هو الليل حصلت احداث مهمة جدا واطلقت حدث تاني مهم حصل تقريبا في حدود الفجر اللي هو الحدث المتفجر بتاع الموضوع كله وبعدين ممكن نكون انتقلنا زمنيا لحاجة تانية ومكان تاني وحصلت الاحداث المهمة الاخيرة اللي هنتكلم فيها نبطل بقى نتكلم بالكوت شوية ونتكلم بالحقيقة اول حاجة عاوزين نركز فيها هي اثناء الجنازة نفسها كان في حدث واحد بس اتصورنا هو مهم لما العم كان بيتكلم عن قوة رابط الدم وان الدماء الفاليرية اصيلة وثقيلة ولا يمكن معرفش ايه والناس كلها طبعا اول لما الكلمتين دول اتقالوا بصوا سريعا لولاد رينيرا كلهم بصوا بس الا دايما لان هو ما عندوش اي مقاييس في الدنيا ضحك الحقيقة يعني يا الراجل طال اطلق ضحكة من اجمد ما يمكن بكل تأكيد بعد كده عندنا الاحداث الاهم وهي التبادلات الاجتماعية اللي حصلت في المكان ده انتقالا او تتبعا مع الزمن اللي بقولكم عليه نحن بتدينا والدنيا من وراء وخلصنا والدنيا بتغرب شوية دي المرحلة اللي الملك انسحب فيها اهم المواجهات اللي حصلت حصلت بالعين ما حصلش كلام ما حصلش حورات وده يديلك قيمة الممثلين دول شكلهم عامل ازاي ويؤسفني شوية صغيرة ان في حاجات من دي تطرينا بعد كده ان احنا نقولها بالكلام رغم انها كانت واضحة قوي يعني اهمها على الاطلاق هي نظرات رينيس لولاد رينيرا اولا تجنبها انها تتكلم مع رينيرا خالص ازاي بص على الولاد وازاي لما راح تواسي ولاد دي من ولنا البنتين صرفت تماما ابن رينيرا من الصورة رغم ان هو عمليا حفظها هو كمان زي ما يكون حاجة مش موجودة على الاطلاق تصريح مهم جدا وده اللي بقصده لما قلت مش مبسوط قوي انا بعد كده هي قالت ده بالبق هي قالت ده كلام رغم ان اللي حصل تعبيريا كان كافي جدا والصراحة انا عندي مشكلة شوية مع ولاد دي من انا اسف ده ممكن يتهمني شوية بالعنصرية انا حتى الان مش عارفهم من بعض انا اسف بس على الجانب الاخر انا برضو مش عارف ولاد رينيرا من بعض يعني في الحادثة المهمة قوي اللي هتحصل كمان شوية لما واحد فيهم بياخد بيقتلع عين ايمند انا لغاية تانية مشاهدة مكنش عارف اني واحد فيهم فانا ما ببرقش نفسي من العنصرية ولكنها مش عنصرية موجهة تجاه عرق معين دي عنصرية تجاه العالم اجمع فهي عنصرية متكافأة وما فيهاش اي مشكلة على الاطلاق اوتو بقى النيو هاند اوف دا كينج رجع تاني اليد الملك حاسس ان دي كانت محتاجة مشهد بس انا بقيت مقدر ان فعلا حجم الاحداث للمسلسل بينقلها كبير جدا فهو ببعددى يزنق حاجات مع بعض ويزق حاجات مع بعض وده ممكن يكون مربك شوية للمشاهد زمنيا لأن دي جنازة لينا فهل لحق اوتو ييجي وتتكلم معاه وقل سأن تقنع الملك بان هو اللي لازم ييجي والكلام دا كله فزمنيا الدنيا دايقة بالقدر الكافي رينيرة ما هي لسه مخلفة طب اللي هي عملته على الشط ده عابد قد ايه مش مش لمسها قوي مع الوضع في الاعتباران دي جنازة واحدة لسه متوفية فمش عارف. بس ما ما عنديش اتهام بعدم منطقية اي حاجة على الاطلاق عندي بس خوف من ان الضغطة بتاعت الاحداث بتاعتنا دا تبتدي تفقدنا هو زمنيا بيعدي قد ايما بين كل زمن والتاني وكل مواجهة والتاني. والمواجهة اللي قوت ودخل فيها كانت مع دايمن لما المفروض ان هو بيعزيه يعني. ودايمن بيقوله العلقة مهما كبرت بتفضل دايما تطوق الوجبة اخيرة. يعني شتموا من الاخر كده. بس هم بسم الله ما شاء الله كان محضر البيت. يعني هو اللي قاله ده يشبه الشعر شوية ويبدو ان هو كان جاي محضر نفسه علشان يبقى عارف هو بيعمل ايه. لفت نظري ان ولاد آآ رينيرا آآ لسهولة الموضوع لانها نفسها بتقول عليهم كده هم جيساريس وليوساريس. احنا هنقول جيك ولوك. جيس جيس سوري ولوك. هي بتسميهم كده. فخلونا ماشيين ورا رينيرا ومتشكرين جدا. وعايز اقول لكم حاجة. الاسامي دي يا جماعة هتقعد معانا. طبعا ما عرفش مين فيهم هيقعد قد ايه. بس دي اسماء تاريخية مهمة قوي. لما المسلسل دا يعيش معانا سنين ومواسم لقدام. فكرة ان احنا حضرنا الاحداث دي وشفناها بعنا وهي بتحصل لاول مرة على الشاشة. ممكن تتساوى على مستوى الاهمية مع الحاجات المترسخة قوي بتاعت جيم اوف ترونز. بتاعت لورد اوف دي رينجز. بتاعت هاري بوتر. بتاعت مين تاني ستار وورز. الحاجات دي عارفين الحاجات اللي بيطلع عليها ثقافة كاملة. احنا كنا موجودين وشفناها اول مرة وهي بتتعرض. اتمنى ان المسلسل يستمر عشان يدينا حق الارنانة دا. حق البراجينج دا. لفت نظري في جيس ولوك انهم مفوهين قوي. هم عيال صغيرة جدا. من الواضح ان هما تبع التقاليد الملكية ما عندهمش مركبات عقد غير موضوع النسب بتاعهم والكلام دا. اللي هما نفسهم مش متضررين منه قوي. بس تعبرهم كلامهم بسم الله ما شاء الله مرصوص حلوة قوي. هل ده جزء مهم في شخصيتهم حيبان بعد كده? انا دايما بسأل السؤال دوت وروح مدي النظرة الذكاية دي. وبعدين اللي اتنين يموتوا في الحلقة اللي بعدها على طول. لان جيس وهو بيتكلم مع جيس. عايزين نثبت الموضوع. وهو بيتكلم مع رينيرا وبيقول احنا المفوض نكون موجودين في عازة تاني عبر عن الموضوع بلا بقى هيلة جدا. لوك وهو بيكلم مع جده. آآ كورليس وهو بيقول له انت حتبقى اللورد بتاع الكاسل ديت وبتاع الكلام ده وهو بيقول له انا مش عاوز كده لان ده معناه ان كل الناس هتموت. فهو بيعرف يعبر عن نفسه وبيعرف آآ يوضح افكاره بشكل كويس رغم ان ده الصغير كمان. وهو اللي عمل المصيبة الكبيرة اللي بعد كده. عندنا بعد كده مواجهة عابرة جدا زهرت فيها هيلينة بنت آآ مع اي جون ومع اي منت. آآ لان يبدو ان اي جون وآآ هيلينة حيتجوزوا او حاجة زي كده او في وعد بامور زي دي وهي لسه في الكوكب التاني بتاعها بتاع الحشرات والعناكب ولمعرفش مين والكلام ده كله. واي جون ابتدت احبه. بسبب شوية حاجات كده عايز اتكلم فيها هتحصل لسه كمان شوية. بعد كده لما الدنيا ظلمت شوية بقى عندنا المواجهة المهمة جدا ما بين الملك وما بين لما بيقوله ارجع وخلاص وننسى والكلام ده كله كلاسيك عما ايوب. ودايمن لأ انا لا نسيت ولا حنسة ولا الجروح شافت ولا اي حاجة من الدنيا. وآآ انا مش محتاج حاجة. احنا خلاص عايشين في والحياة جميلة. وهو بسم الله ما شاء الله يعني عرض قوي وبعد كده كل الكلام دوت حيتلاحس. وفي الاخر الملك وهو بينسحب لكي يستعد للنوم آآ اطلق السهم الاقوى في قلب الاسنت لما قال لها يا ايما. فمن واضح ان الملك حيبات على الكنبة. والرجل الحارس بتاعه كبير البتاع دوت حاول ان هو ينقذ الدنيا ويقول له احب عرفك المدام الاسنت وبتاع. بس طبعا الموضوع ابتدى ايبان وزي ما بقول ده اللي مرتبط شوية باللي حصل في الحلقة اللي قبلها لما كان بيقبل الخاتم بتاعها انه ولا يوم من ايامك يا يامو البنات يعني. كل اللي حصل ده حضرنا للي بعد كده حصل تحت غطاء الليل بعد ما كل الناس دخلت نامت فضل شوية ناس صحية واللي عملوه يعني مش هنتكلم عنه او هنتكلم عنه الحقيقة او ما هنروح فيه يعني. اول حاجة الحوار بتاع كورليس ورينيس. مكرر شوية قلنا نفس الكلمتين تاني الجديد الوحيد في الموضوع هو طلب بان بنات لينا هما اللي يبقوا الورثة بتوع القلعة مش الولاد مش الناس اللي انا سابهم مش كوك فيه. وبتتاهم كورليس ان انت دايما بتقول حجة ان انت عاوز ترجع لي حق ايه والموضوع ده وتنتهى من زمان وانا نسيتو دير دندن شوية مكررة احنا قلناها قبل كده. الموضوع اللي علاقة بطموحك انت ولازم تبقى عارف ان الولاد دول مش شايلين دمك وهو بيدي كارت براجماتي جدا وبيقول مش الدماء هي المهمة الاسماء هي المهمة وبناء عليه هو معترف بالولاد ديت وخلاص مكرر انه عاوز يحط ناس له على العرش عن طريقهم. وده موضوع منتهي. فهذا بقول ان ده ممكن يكون مكرر شوية لانه مش جديد على اذنة او على فهمنا في الموضوع نفسه. ديمون ورينيرا. رينيرا خلاص بترتبان انها هي ما عندهاش مشاعر ضغينة تجاه ليه نور. وردوا علي. انا في الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم هو ليه نور ده ما حاولش يجرب خالص. واضح ان هم جربوا بس اياي. الموضوع مستحيل. الوادي يعيني مش قادر يقصد نفسه. حاجة تقطع القلب بصراحة. فماشي يا ستي. حاولوا ما نجحوش. وهي فهمة هول المعركة اللي جاية لها. وقدي ايه المعسكر التاني بيقوي نفسه اكتر واكتر. وفي الحلقة دي تقوى نفسه اكتر كتير في الدنيا كلها. فابتدت تحط انظرها على مين اللي ممكن ينقذها في المعركة القادمة. وبتقرر ان اهم حليف لها هو ديمون. كمان تطرقوا الحاجة من الحاجات القديمة اللي كانت متسابة. ليه وهو قبل كده في المرة اللي فاتت تراجع عن ان هو يتمم العملية دي معاها. وهو قال ان هو اشفق عليها لانها كانت صغيرة. ده موضوع متوافق مع ما تم ساعتها. واللي سيبناه شوية لتفسيراتنا احنا. ان احنا نفسنا اللي نقول هو ليه تراجع لاخر لحظة. هي دي ما كي ده ولا لا? فابنوضح ان دايما في مكان ما في داخله في انسان. التسلسل ممكن يكون التسلسل الاجمل في الحلقة بتاع ايمند وفيجار. زي ما احنا عارفين ايمند ما عندوش تنين. عاوز يحقق النبوءة من ساعة لموصل للعزة والكلام ده كله. شاف ان فيجار بقى لوحده وقرر ان هو عاوز يخد المخاطرة ايا كانت تمن. واللحظات المرعبة في المواجهة بتاعته معاها جميلة جدا. الخطوات بتاعت تولفهم على بعض وتوافقهم مع بعض. هيلة. لان في الاول فيه رفض. بعد كده فيه صرف. بعد كده فيه قبول. بعد كده فيه تحدي. بعد كده فيه احترام. وايمند وصل اللي هو عاوزه في النهاية. تسلسل من اجمل ما يمكن. ما فيش حاجة في الدنيا كنت اتمناها فيه غير انه كان يطول اكتر من كده. لو كان فيه مساحة. عشان كده بقول لكم التكديسة مش اكتر حاجة عجباني رغم اني مش شايف لها عيوب كبيرة. هي بس بتهدر فرص اكبر. تخيلوا لو ايمند وفيجار ديت كانت حاجة بتتطور على مدار عدد من المشاهد وعدد من الحلقات كمان لو كان ينفع. بس انا بثق في الناس بكل تأكيد طبعا انه فعلا ما كانش ينفع. والمهم اللي حصل بعد كده واللي حصل بعد كده مواجهة. آآ طفولية جدا شوية شوية عيال امر بنت سعدت البشاة. ابن سعدت البشاة الملك وابن سعدت البشاة ولي العهد وبنت سعدت البيه معرفش مين. دوروا الضرب في بعض. وانت شفتوا ايه اللي حصل. واللي في الاخر اللي بقى اكدوا لكم لو كان فاتكم. الا اقتلع عين ايه مند هو لو سيرس. الولد الصغير مش الولد الكبير. لو فيه اختلاف معي يقولولي بس انا عدتها كويس وتأكدت من ده. وحرم الرينة اللي هي كمان ما عندهاش تنين. واللي انا كنت متوقع انها هتبقى وريثة فيجار او هتورث فيجار يعني ان ما حصلش. مش هي اللي حصلت عليه. ودوة اللي جننها عليها على فكرة. فيجار تنين بنت. متأكد بنسبة تسعين في المية. ورجعوني برضو لو انا غلطان. مش هي اللي حصلت عليها. وده ترك في البخة ضغينة كبيرة جدا. وايمند ما اظهرش اي احترام تجاه اي حد. واستقواء بفيجار خلق انعكاس الابعاد جديدة في شخصيته. لان ايمند اه ما كانش ولد ترابلد اوي او كلام زي ده. بس ما كانش ولد قاسي. دي المرة دي لا. هو اكتسب سطوة كبيرة اوي. واخلاق غزاء فعلا. اخلاق محاربين في التعامل معاهم. وشراصة كبيرة جدا واحتقار شديد جدا ليهم. ورمى الكارت بتاع النسب للولدين. مما عصبهم. وحصل اللي حصل. وانتقلنا بعد كده للمواجهة. اللي بس عايز اوأكده واوعيد عليه اكتر من مرة. هو ان اللي خد عين ايمند لوسيرس. ده ممكن يبقى له اهمية بعدين. انا بتكلم على انها حاجة. عشان كده بقول لكم يا جماعة دي اللحظة الملحمية اللي حنعيش معها كتير بعد كده. وليه انا شكك في ده? دي ملهاش دعوة بالتريلر بتاعت الحلقة اللي جاي عشان في ناس اللي مات علي لما اتكلمت عن الموضوع ده. ده لي علاقة بالتريلر بتاعت المسلسل من الاول خالص ان الجد عبوعين واحدة ده كان موجود. وانا كنت قاعد مترقب ان ده هيحصل في لحظة من اللحظات وحصل في الحلقة دي وعرفنا مين الضحية وعرفنا مين اللي تسبب فيها. لان ده ممكن يبقى له طبعات في المستقبل. فيما اظنه الفجر بقى حصل الاجتماع الهستيري الاعظم ما بين كل الاطراف من اول الملك لغاية كريستون كول بالعيال كلها بالموويل بالشغلانة علشان الحادثة اللي حصلت دي والشخصية الاكثر هستيرية في الجلسة كلها كانت وعملت شوية اداء الست اوليفيا كوك. مستوى مستوى يا جماعة. المهم الهستيريا اطلقت الموضوع. ايه السبب مين يا ابني اللي عمل كده مين اللي قال كده. قالك هو اتهمنا بان احنا باستردز بانه هما الولاد الصغيرة ولاد غير شرعيين. وهو صم من هو عاوز يعرف الاشاعة ديت جات منين? اشاعة ها? انها جات منين? وعلى فكرة في المشهد اللي قابله على البحر ما بين رينيرا وما بين ديمان تأكدنا خلاص. احنا كنا متأكدين من الاول بس ماسمعنا هاش بتتقال من صاحب الشق. المرة دي تقالت خلاص والموضوع بقى رسمي. فلبس الموضوع ايه جان? حبيت ايه جان جدا في المشهد ده يا جماعة. لما لما قاله ايه جان تاني قال انا? انا يا بنتي. انا اللي حلبس الليلة دي. والملك راح يسأله انت جبت منين الكلام ده? يا خبر ابيض على الجمال. الولد بيمثلني بالكامل. اللي هو انت هتستعبط يا عما ايوب. ما الناس كلها عارفة عما ايوب. ما تبص عليها ومي عما ايوب. وعمى ايوب صمم ان هو يفضل مع الادعاء بتاعه ومع الفكرة بتاعته ان لأ او مش هيحصل. اه اقلت مرضتش بالحل ده. وقالت ان ما فيش حاجة. الملك قال ان ما فيش حاجة هتتعمل والموضوع انتهى عنده هنا. والدنيا خلصت وهي مرضيتش. وطلبت الطلب. يعني هي لما قالت انا عاوز عين لو سيرس. حتى الولد نفسه ايه من. اللي ما كانش عنده منع يموت لو سيرس من شوية صغيرة بصلاة انت اتجنينتي يا ولية في ايه. عدت كتير قوي اركز في رد فعل كريستون كول لما هي طلبت منه ان هو يقدي الموضوع هو ما خدش خطوة يعني انا تصورت انه في الاول اقدم على انه ممكن يعمل حاجة زي كده وبعد انت راجع وده فيه اخلاص للصفة الاساسية عند كريستون كول سواء احنا بنحبه او بنكرهه ان هو مصدق في قدسية دوره انا مش موجود هنا مهما كانت الدوافع بتاعتي عشان اخد عين عيل صغير مش عشان خطرك يعني وهي بتقوله انت بتاعي انا فهو بيقوله عشان احميكي بس لكن مش هتدخل في حاجة زي كده فبتسحب الخنجر وهو خنجر شاعري جدا ومهم جدا بالنسبة لنا لان ده الخنجر الفاليري الفيسيرس شخصيا اظهره لرينيرا وحكى الحكاية بتاعته وبتاعتدي به على رينيرا وبيدور منهم الحوار اللي فيه تفضية للنفسية زي ما بنقول احنا عادين بقالنا كتير قوي بنتكلم وبنفسر في نظراتهم وتصرفاتهم وتمثلهم سواء في الجيل السابق او في الجيل ده من الممثلات وهي قالت في الاخر انا انا كويسة انا عملت كل حاجة صح انا احترمت كل حاجة انا ضحيت بكل حاجة وانتي بتنتهك كل حاجة وبتعملي كل اللي على مزاجك واخر حاجة حصلتي عليها هي عين ابني ومش عايزة تدفعي التمن كذلك فهي جننت خلاص من الموضوع ورينيرا بتجننها اكتر واكتر بتقولها وفي الاخر بعد ده كله عملتي ايه وريتي وشك الحقيقي للناس كلها فرحت سحباها واحدة باتناشر غرزة تحت الباط هنا فيها واحد وعشرين يوم علاج يعني جنحة من الاخر اللي هي عملتها والموقف بينتهي هنا عجبتني الدايرة اللي كانت حصلة حواليهم بتاعة عدد كبير من الناس عايزة تتدخل وما ينفعش تتدخل اهمهم كريستون كول وديمن اللي هو حتى لما ديمان منع كريستون كول ما ضربوش ما نهروش ما عملش حاجة بزيش كلهو بس يعني حاولت فم انت هتعمل ايه دلوقتي يعني انت داخل هتعتدي على اه ولاي العهد واي حد تاني عاوز يتدخل لصالح ولايه لا خلي بالك انت بتعمل ايه دلوقتي انت داخل تعتدي على الملكة فيعني ايه الموقف من اعقد ما يمكن وعجبني جدا الديناميكية بتاعته الاداء التمثيلي نظرات الولاد نظرات الناس الكبار والموضوع بينتهي بالتصريح المهم جدا اللي قالوا اه ايمنز اللي هو انا انا مش زعلان انا مش متضايق انا دفعت اه تمن ولكن حصلت على حاجة اهم منه بكتير وهو فيجار وهنا رمكرة مهمة جدا ان هو مفيش بقى احوار في موضوع فيجار ده انا دفعت التمن وخلصنا والموضوع خلص عند هذا الحد اللي حصل بعد كده هو انهم غادروا وفيه تلات تنين طاروا في السماء ومهم جدا نعرف مين التلات تنين دول اخرهم طبعا فيجار اللي بقى بتاع ايمند الكنين التانيين بتوع الابنين التانيين بتوع ايجان وبتاع هيلينة بتاع ايجان انا كاتب قدامي اسمه سانفاير وبتاع هيلينة دريمفاير التلات تنين دول طبعا لو المعلومة برضو فيها حاجة مش مظبوطة يا ريت تقولولي عليها علشان نبقى في السليم والدنيا تبقى واضحة معنا ما حدث بعد ذلك في حاجات زمنيا ممكن يكون مقبول انها تكون متقربة زي الجلسة ما بين الاسنت وابوها وكانت مهمة جدا ان ابوها بيوضح قد ايه انت عملت حاجة شريرة واظهرتي جانب من الشخصية ممكن يكون قاسي ومحارب وكلام زي ده وهو سعيد بيه جدا هو بيقول لها الحرب اللي احنا داخلنا عليها حرب قذرة وان احنا نتمتع بهذه الروح مش مشكلة كبيرة وما ننساش ان في النهاية احنا خرجنا منتصرين وابنك عنده حق ان تمنه ده ان عينه دي تمن قليل جدا وصاد الحاجة اللي هو اكسبها لصالحنا بعد كده وهم مغادرين والملك دخل في حالة اعياء شديد كالعادة هو دريفت مارك ديت بتبهدله اساسا كل مرة يروح لها يرجع عيانه بتاع آآ 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 بتبين بقا يعني في الحالة اللي فتت في مواجهتها مع لارس لما وضح لها اللي هو عمل في ابوه اخوه كانت متقززة جدا ومصدومة جدا المرة دي لارس وبردو مشوفيت تبين ما بين لارس وما بين كريستن كول كريستن كول رجل رجل قانون رجل العهود اولا واخيرا لكن لارس ده يا سطر يا رب يعني مش ممكن لو طلع هو الفار زي ما فيه ناس بتقول فعلا مش بعيدة عليه هو كده هو شبه هو اصلا كمعان انا تريد اشتري النظرية داية الى حد كبير على فكر اللي هو عايزة عين الواد اجيبها لك حاضر انا ما عنديش يعني عايزة مخدرات بنات من روسيا اي حاجة انت عايزها سلاح اي حاجة اصار اجيب لك مفيش اي ازمة والمرة دي رغم انها ما استعنتش به لهذا الغرض ولكن اوضحت انها ابتدت تنتقل قليلا فعلا لهذا الجانب المظلم الحاجة بقى اللي زمنيا ومكانيا غمضة شوية بالنسبالي وحقولكم الطرح بتاعي فيها اتصور انها حصلت بعد الاحداث دي بشوية والحدث اللي حصل بعد كده هو الخطط التخلص من ليه نور بس خلوها ثانية داية احنا بنتكلم دلوقتي على جواز رينيرا وديمن اتصور ان هو مكانا حصل في دراجونستون ليه لان الضباب اللي في الخلفية دا بيظهر دايما لما بنروح دراجونستون ممكن اكون صح ممكن اكون غلط امتى معرفش بس ضروري عد شوية وقت وإلا يبقى انت بترمي في وش الفاليرين حاجة سيئة جدا يعني الولد يموت نخش نتجوز على طول مش عارف مدى الاعلان دا سؤال مهم برضو هل دا جواز في السر وحنحط في سيرس امام الامر الواقع حيرجع معها بعد كده ومش بدعوة من الملك وعصيان مباشر للملك رد فعل الملك هيبقى عامل ازاي؟ معرفش في دي نقطة مش واضحة برضو لو توضحوا لي تقولولي الدم اللي انتشر ما بينهم اللي هما تبدلوه دوت هو بس دي حاجة مقززة جدا من بدر يعني مش في ان احنا نقتل ولا بتاعه معرفش مين بس ان احنا نقعد نلعب بيه وناكله ونحطه في بقنا ايه يا ابني فيه ايه الحاجات الغريبة دي خطة التخلص من ليه نور هي الحاجة اللي قد تقصدها لما قلت لكم واحنا بنشوفها شايفين فيها عيوب كتير قوي وبعد ان تطلع كلها مميزات في الاخر العيوب بتاعتها مين اللي تقتل على السلم دوت اول فكرة جات في دماغنا ان هم عاوزين الشاهد يكون حد بتابعهم على اللي حصل ليه ده دخل ده والتاني عبيد دخل علشان يضرب فيه ايه الهبل ده وبتاعه وفي الاخر بنكتشف انها خطة لتخليص لنور عشان يعيش حياته مع الوزة بتاعته في اي حتة بقى على جنب بالفلوس وخلصنا على كده والميك اوفر اللي هو عمله نقلو الانباكي بنسبة مية في المية خلاص فكرة كاسيميرو دا اتنا بقتش مطروحة وده كويس وزي ما بقول قلب العيوب لمزايا وهما كانوا فاهمينها وبيلعبوها فمعلش هي دخلت على اللي دخلت عليهم اللي هما كورليس ورينيس اللي دلوقتي فقدوا ولادهم بناء على فهمهم هما واتمنى ان دي ما تكونش نهاية للنور معنا ويتم استدعاء وشبه المتأكد بان ده حيحصل فالخطة حلوة عجبتني تفاصيلها عجبتني كل حاجة وما عنديش اي مشكلة معها الاسئلة اللي عندي شوية هي فعلا المكان والزمان وده ممكن برضو ينتهي بالامر وما يكونش شيء مهم وزي ما احنا عارفين اكيد مدى اعلان الزواج ده وموقف الملك منه بالتأكيد حيبان في الحلقات اللي جاية ان لم يكون حيبان في الحلقة اللي جاية على طول حاجة اخيرة عجبتني جدا الاهضار بتاع الحياة البريئة الجدع اللي هما دبحوه او قتلو دي من قتل وحطوه مكان لنور علشان ياخد فكرة ان هو يبقى هو وهو يعني ان هما لقوا جسطه محروقة طبعا فما فيش طريقة للتباين الا الدي اي وخلص تخلصوا منه بتاعه تاني مرة بيحصل دوت فكرة ان احنا بنتكلم على مجد وحكم وتاريخ وتقوية بيوت وبتاعه وفي الاخر الشعب بالنسبة للموضوع دوت مجرد عساكر مجرد حاجات بيضحوا به برجع تاني للمشهد اللي كان عجبني قوي في المعاركة بتاعت لما كان فيه واحد فرحان قوي ان دي من جاي خلاصه راح ركن عليه وشدد الهند بريك والموضوع خلص على كده حلقة حلوة قوي مش عارف لو في حاجة فاتتني برضو زي ما بنقول حلقوا علي قلولي كده في ايه في اللي قلته ممكن يكون في تعقيم مش عن طريق حاجة انتوا عارفينها من مصدر تاني انا بتكلم مشاهد لمشاهد منتو مان كده شفت حاجة انا ما شفتهاش عندك اعتراض على حاجة معرفش مين ده اللي انا عاوز اسمعه لكن حد عارف الحقيقة من مصدر اخر وجاي يقولين عليها ارجوك بلاش يعني ما عنديش اي مشاكل مع الموضوع دوت بس مش عندي خليني انا في التجربة بتاعتي اللي انا مستمتعة بيها واللي اتصور ان الناس مؤخرا بقت مستمتعة بيها معي في انتظار تعليقاتكم الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجلكم الحلقات اول باول تبوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي